لو انت مبتدي بألمانيا فعكس ما هو متوقع انا رأيي ان الدبابة بانزر 2C حلوة جدا السلسلة بتاعة البانزر 3 حلوة جدا البوما فرانك 2 حلوة جدا البانزر 4 حلوة بس ما توريش جسم الدبابة خالص لا يحد ده لو انت بتكلم على ألمانيا امريكا السلسلة بتاعة الستيوارد حلوة الام 4A3 عالمية في البيار بتاعها عالمية مفترية في البيار بتاعها عندك الام 3 حلوة جدا وعندك مدفعين فيها حتى لو مدفع عندك تجاب لسه في عندك فرصة ان مدفع يقتل الانمي عندك الام 10 GMC هي مفتوحة من فوق وعندك مفتوحة من فوق وعندك الام 16 كانتي اير حلوة جدا وفي البيار رات والقليلة ممكن انك تاخد بها كلات مش وحشة ده راح تتكلم على رانك 1 و رانك 2 الام 4 عمتا نص نص مفتوحة من فوق مفتوحة من فوق لو انت عايز تلعب روسيا عندك السلسلة بيت 5 و بيت 7 سراعة جدا وساعة الاربر بتاعهم باخد ضرب حلو بس ما تديش صيد بتاعك للانمي المدفع بتاعهم مش بطال في البيار بتاعهم تي ففتي حلوة جدا تي سرتي فور حلوين الكيفي وانز عالميين بالذات كيفي وانز اس كيفي وانز اس كيفي وانز اس كيفي وانز اس اربعة تلاتة فرانك 3 حلوة جدا البيار بتاعها مع الامكانيات بتاعها حلوة جدا عندك الزي سرتي هي ميم فيجل. وبتتهز كتير. بس المدفع بتاعها جامد. اه عندك الاسيو ففتي سيفن مش وحشة. كانتي اير الجاز زيت عامة بكل انواعها حلوين جدا كميلك تراكس. اه كفلانكات وانك تهاجم اناميز وفي نفس الوقت يعتبروا كانتي اير مش وحشين. اه اي تاني جريد بريتن لو انت عايز تلعب بريطانيا. اه عندك القرش المدفع بتاعها جامد بس فيها حتة متخلفة هي ان انت اه قدامك ووراك ووراك قدامك. يعني مدفع متوجه لورا وانت بتلف جسم الدبابة كلها عشان تضرب الانيمي. فهي بتزاول جدا بس المدفع بتاعها عالمي. اه عندك اللي تشيرش الحلوين بس لو اللي قدامك بيفهم وبيعمل ايه ممكن وايزعلك. الماتلدة سريع عالمية. الماتلدة سريع عالمية لسبب ان بتاعها نيجتيف عشرين. متخيل يعني ان انت بصص لتحت. حرفيا بصص لتحت. ودرمر بتاعها حلو جدا. فانت ممكن تطلع فوق تلأ وديدقني لو حد قرر فيزعلك. اه او تطلع تبص تضرب وترجع تاني. بس عيب البريطانيا عماتنا الكروسيدر برضو حلوة كروم والحلوة الشيرمن بتاعتهم مش. اه لا حاجتين اللي قاموا. ويرجعوا بصعوبة بعد. ما بيرجعوش اصلا. يعني انت احسن لك او اكرم لك تلف جسم الدبابة كله وترجع. ما تترجعش بضهرك. اه اليابان اه الحاجات اليابان ما كنتش متوقع منها كثير. بس الشيها والهو والحاجات دي لو انت بتستخدم تطلقة هيت اف اس. اي شرق هيت هيت. هيت شيلز. هيبقوا بنسبه لك حلوين. ولكن المشكلة هيت ان هو التراجيكتوري بتاعته او الاتجاه اللي هو بينطلق فيه. او السرعة بتاعته هو طلع من المدفع بتبقى ضئيلة جدا. بس لو انت بتعرف تنشنه. اه اليها الحاجات المسافات البعيدة تعرف انك تقدر مسافة مزبوط وتنشنه مزبوط وتضربه مزبوط. بيبقى حلو جدا. حلو حلو. بس لو عرفتوا تزبط الهيت بتاعه. اه عندك دبابات اه ازاي الام 24 والحاجات دي كده كده موجودة في الامريكي والا والياباني والصيني حلوين. اه ام يعني الياباني لو انت بتكلم عن هو ده بس كده. شاينة نفس فكرة الامريكي والروسي. بالزبط يعني هو كم دبابة ياباني. اه عاصم نوع ياباني على امريكي على روسيا على الماني. عندهم الالماني. عندهم الاس دي كيف زي. كانت المانيا بتديهم اسلحة اصلا في بداية الحرب عمية تانية. وخوز واسلحة ورششات وكلام من ده. فحلوة. وفي الافي تي لو انت عرفت اي كيف تتعامل معها بالدبرشن بتاعها، بالبقلاشة وبطاعتها وهي بتتحرك. ممكن تاخذ بها كلات حلوة جدا. ومدفوع بتاعتها حلوة جدا على البيار بتاعها. ايه ا dense يا ابنشة ايه تاني ايه ايطاليا ايطاليا اوهورول الدبابي بتاعيتها حلوة جدا في الرنك اون والرنك تو يعني قدر اقولك انهما عاملين شوية ما بين الشيرمن الحاجات الامريكي والحاجات الالماني شوية ما بين الاتنين وحامل انهم حتى فيهم حاجات كتيرة قوي الماني اصلا هتلاقي عندك الاشتوج بانزر سري بانزر فور الايطالي لو انت عايز تلعبه اعرف حاجة ان انت ما عندكش هيفي تانكس ما عندكش ارمر هم التركيز بتاعهم على ان انت تبقى بتجري وخفيف الحركة انت شو تجري الحرفية انت شو تجري فما تلعبش بها على ان هي دبابة تقيلة او ارمر ما فيش اصلا دبابات هيفي عندهم ولا دبابة هيفي عندهم لا ارى دبابات هيفي عندهم خلص هما فكرتهم فعلا انت شو تجري الفرنسي للأسف عذاب عذاب بس فيهم حاجات مكررة زي الستيوارد والحاجات زي كروسيدر من البريطاني والامريكي عندك الثاو 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 حلوة عندك فيها مدفعين عندك الامتن جي ام سي زي هذا الامريكي عندك الثاو سي لسه مجربته بس شفت عليها فيديوهات ميم جندة سويدن 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 حلوة جدا سويدن من البلاد اللي ما تفهم لهاش انت عايز ايماني سويدن سويدن عند رانك 1 عندك طلاقات تختار كم مليمتر مية وخمستاشر مية وخمستاشر مية وخمستاشر تعتبر جمدة جدا كبلد ممكن انك تبتدي بها والزوم بتاعها حلوة كتير فالسويدي غريب بس حلو غريب كلعب بتعتمد اكتر عند انت تضرب الضربة من غير ما الانمي بتاعك يشوفك بس لو ضربتها صح حلوة زايدن السويد فيها ميزة عاملة شوية زي البريطاني ان عندهم حلو مش قوي زي مثلا الماتلدا الماتلدا دي اكسبشن الماتلدا في البريطاني يعني مجد خسرا كتير الدبابة دي حلوة جدا في البقار بتاعها لا لا محتاجت اخدها لفها جمدة جدا بس عامة السويدي عنده نفس الفكرة ان انت عندك تقدر انك تبصل تحت وتضرب اه اه بس حتى وهي الطارت كبيرة بيجي يضرب عليك ما بتنفجرش تطلق جوه بيجي يضرب عليك سوريد شوت ما بتعملش اه 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 في الاغلب من ثاني او ثلاث ضرب لانه في الغلب اللي بيضرب عليك مش عارف اصل يضربك فين وحتى لو ضربك في الطارت فعلا ان طلب تخش من الناحية تطلب من الناحية التانية مفيش دامج اه اه مدفع 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 انتا كم سنة بتلعب ورث رندر اه ثلاث سنين ثلاث سنين وشوي